لكن في جانب آخر من المعاناة يونسيف طلعت تقرير وقالت أن في مليار طفل حول العالم معرضين للمخاطر بسبب التغيرات المناخية أي أنواع من المخاطر بيعرض لها الأطفال؟ طيب، إحنا عندنا 2.8 مليار طفل في العالم نصهم تقريباً اللي هو أكتر من مليار معرضين لهذه المخاطر المخاطر البيئية كثيرة جداً يعني إحنا بنتكلم على الأطفال يعني 88% من عبء المرض العالمي ده بيبقى بسبب تغيرات المناخ وأكثر من يعانون منه الأطفال تحت 5 سنين التغيرات المناخية إحنا بنتكلم على مصر مثلاً على سبيل المثال هذا الصيف سنصل لأول مرة إلى درجة حرارة 50 ولك أن تتخيل كم الأمراض التي يمكن أن تنتب من هذه الدرجة الحرارة للأطفال إحنا بنتكلم على جفاف بنتكلم على أمراض منتقلة عبل النواقل بنتكلم على هجرة لأنواع من البعود والحشرات من مناطق الاستوائية إلى جمهورية مصر العربية وفي الحقيقة يعني عايز أقول أنه المخاطر فيما يتعلق بفكرة تغير المناخ كثيرة جداً بنتكلم على تصحر بنتكلم على نقص أنواع معينة من الغذاء بنتكلم أيضاً على الخطورة على الأطفال في العالم بنتكلم على الفيضانات بنتكلم على الفيروسات التي تنتشر بشكل أكبر في تغير المناخ بنتكلم على الظواهر المناخية الصعبة أو الظواهر الطقس الصعبة اللي هي الحادة جداً والمتطرفة اللي ما كانتش بتبقى موجودة وبنتكلم على عصير بنتكلم على فياضانات بنتكلم على حرائق الغابات بنتكلم في الحقيقة يعني حرائق الغابات عشان برضو الناس دايماً بتروح للأمازون أو بتروح لأستراليا لا يعني لبنان لا يمر 3-4 شهور إلا ومنلاقي حريق في الغابات اللبنانية وكل ده في قمة الخطورة بنتكلم على تلوث الهواء وده أمر من الأمور الصعبة جداً يعني إحنا لما بنروح بعض المدن في الصين أو في الهند الناس ما بتبقاش شايفة بعض قدامها وده بيأثر على الأمراض الصدرية لو بنتابع مثلاً في الأطفال نسبة المرض بتاع حساسية الصدر أو الفشل الرئوي أو التابس الرئوي كل ده في الحقيقة كل ناتج عن هذه التغيرات المناخية وكلما ارتفعت درجة الحرارة قلت جودة الهواء بيبقى فيه ضغط على الرئتين فإحنا بنتكلم على جملة أمراض الأطفال لم يشاركوا في صنع هذا الأمر لكن هم أكثر من يعانون منه اللي هو الأقل المناعة هو اللي بيعاني بشكل كبير جداً من هذه التغيرات المناخية طيب برضو خلينا نعرف من حضرتك دور لجنة الطفل في الشبكة المصرية المناخ وتكلمنا كمان عن الشبكة المصرية المناخ يعني في الحقيقة الشبكة المصرية للبيئة والمناخ إحنا أطلقناها من مؤسسة الإعلام والتحاول الرقمي ودي مؤسسة أهلية وأطلقناها استجابة لمبادرة السيد الرئيس بإعلان 2022 عاماً للمجتمع المدني وإيماناً أنه الدور في الحقيقة بتاع المجتمع المدني مهم جداً فيما يتعلق بخدمة القضايا الوطنية الكبيرة الشبكة المصرية للبيئة والمناخ يعني فيها عدد كبير جداً من مؤسسات المجتمع المدني في عدد كبير جداً من الخبراء البيئيين اللي هم اشتغلوا في المجال البيئي بشكل كبير جداً وفي لجنتين مختصين بالطفل لجنة الطفل بترقاسها الدكتورة عن دليل بفهمي ومعاها في الحقيقة مجموعة من نخبة العاملين في هذا المجال أو في المجال الطفولة في مصر وهي مختصة بفكرة الأطفال فكرة أنه علاقة الأطفال بتغير المناخ ودورهم في مكافحة ومواجهة تغير المناخ وده أمر مهم جداً لأنه معظم الدول بتخفي لدور الأطفال الأطفال اللي هم موجودين دلوقتي هم نفس الأطفال اللي بعد عشر سنين هيبقوا شباب في الأوطان بتاعتهم اللجنة بتاعنا بيه دراسة الدور اللي ممكن يلعبوا وهؤلاء الأطفال في المؤتمر القادم في تغير في شرم الشيخ وكمان إزاي تتم توعيدهم إزاي يبقوا ليهم دور فاعل في هذا الأمر ويظن البعض أن الأطفال بعيد عن هذا المربع لكن في الحقيقة الأطفال لما بنتكلم معهم لما بنقعد معهم لما بيبقى فيه أدوار فعلية لهم هنلاقيهم مبهرين جدا حتى في اكتشاف الحلول بشكل رئيس إزاي برضو تكلم مع طفله في سن كام أبدأ أتكلم معايا عن تغير المناخ؟ من أول ما يبدأ يتكلم لأنه فكرة أنا مش هقوله تغير المناخ وأقوله الفرق بين الطقس لكن أنت ما تقوله الدنيا حر ما هو الدنيا حر وفاهم أن الدنيا حر وده تغير مناخ لكن هي فكرة الشكل الغير مباشر الرقم واحد أن أنا يبقى عندي معلومات كافية لأنه الطفل أذكى كثيرا يعني الطفل بتاع دلوقتي ده ولما بنشوف أنه لما بيمسك الموبايل ممكن يعمل حاجات دون أن تعلمه فهو ذكي يجيد الحديث ويجيد الحوار بشكل أساسي فلازم وأنا بتكلم معايا يبقى عندي معلومات وإجابات لكل الأسئلة رقم اتنين لازم أسمعه لأنه فكرة أنه لديه تصور أو أنه طفل لا في الحقيقة هو بيبهرني بأنه بيعمل حلول مبتكرة رقم ثلاثة أن أنا لازم أوعي بشكل أو أفهمه الأمور بشكل مبسط يعني لما أجي أشتغل على فكرة ارتفاع درجة الحرارة أشتغل معاه على هذا الجانب بشكل علم لأنه جزء من التعليم اللي بياخده هو موجود في هذا الأمر رقم أربعة لازم أشركه في الابتكار أنه يبقى أحد الناس اللي هم بيشتغلوا على هذه القصة وفي الحقيقة لما نشوف على المستوى العالمي مثلا على سبيل المثال 2019 كان فيه أربعة مليون متظاهر من الأطفال ضد التغيرات المناخية وكانوا موجهين رسالة لقادة العالم أنه ده المفروض يتوقف في كوبتوينتي سيفن في شرم الشيخ سنرى مظاهرات لليافعين أيضا اللي هم السن اللي ما بين الشباب وما بين الأطفال اللي هم كانوا أطفال فتعلموا لكن هم قرروا أيضا أن يلعبوا دورهم فيه لجنة مهمة جدا في الحقيقة وهي لجنة يعني القادرين أو يعني ذو القدرات الخاصة وده لجنة مهمة جدا لأنه دي لجنة بتشغل أيضا على أرض الواقع من خلال تعليم الأطفال القادرون باختلاف سبع حرف بيشتغلوهم بإيدهم وحيتعملوهم أو هتطلق مبادرة اسمها قادرون من أجل المناخ المسجد اللي جاي جميل يكون فيه ربط لكل فئات المجتمع وفي الحقيقة اللي بترأس اللجنة الدكتورة اسمها الفئة متخصصة في هذه الفئة وكمان هيتاخد الإنتاج بتاعهم ده وحيتم تسويقه علشان ما تبقاش القصة قاصرة على ده عشان يبقى فيه صناعة في هذا الأمر لأن تدور المخلفات من أبسط الأشياء في الحقيقة اللي بتوصل قصة تغيير المناخ والتغيرات المناخية للأطفال طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك جزيلة شكرا على كل هذه الإضافات ربنا يا ربنا يا خليك لأستاذ عبدالجواد أبو كب الكتب الصحفي نورتنا في صباح حياته ربنا يا شرفتنا ربنا يا خليك ربنا يا شرفتنا